وتستمر واشنطن بلف حبل العقوبات الاقتصادية حول رقبة طهران فلا الاخيرة تذعن ولا الاولى تيأس حرب يرى مراقبون انها اتت وتؤتي اكلها بصورة جلية تجاه النظام الايراني الذي عاث فسادا في المنطقة وهي الادارة الاميركية تفرض عقوبات مالية جديدة على القطاع المصرفي الايراني استهدفت 18 بنكا ايرانيا وهو ما يعني ان واشنطن اضافت القطاع المالي الايراني باكمله لقائمة الجهات المحظور التعامل معها خبراء اوضحوا ان هذه الخطوة العقابية الجديدة ستقيد الحركة الاقتصادية للحكومة الايرانية التي وصلت فعلا الى عتبة الانهيار الاقتصادي مسلسل مستمر باتجاه فرض العقوبات الامريكية على الاقتصاد الايراني او على ايران في مختلف القطاعات القطاع المالي واحد من القطاعات المهمة اللي بفرض العقوبات على 18 مصرف ايراني نعتقد انه سيقيد الحركة المالية والحركة الاقتصادية للحكومة الايرانية اخرون يرون ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب يتخذ الاقتصاد دائما اداة تجاه اي قضية سياسية باعتبارها الذراع الاقوى لضرب اي دولة او جهة تحاول الخروج عن مسارات السياسة الامريكية التعامل الرئيس ترامب بهذه الطريقة هو دائما يتعامل بالسياسة من خلفية تجارية لذلك دائما عقوبات تكون اقتصادية ويلوح بالاقتصاد بكل عمل سياسي اتجاه اي قضية سياسية لذلك اختخذ من الاقتصاد هو الذراع الاكبر لضرب اي دولة او اي جهة تحاول انتحد عن السياسة الامريكية وتبقى المعركة بين واشنطن وطهران محتدمة وان اخذت اسلحة من نوع اخر الاقتصاد سلاحها وذخيرتها فلا طهران تستجيب للمجتمع الدولي وتكف عن العبث بامن المنطقة وهي قاب قوسين او ادنى من الانهيار الاقتصادي ولا واشنطن تيأس من ابتكار اساليب عقاب مبتكر وفعالة لمعاقبة طهران اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة